اللحظة اللي قرر فيها حبيبي العدلي يعلم على عمر سليمان الصراع كان بين رئيس جهاز المخابرات ووزير الدخلية ايام مبارك كان صراع قوي جدا لدرجة ان حبيبي العدلي كان عايز يعلم على عمر سليمان بس يعلم عليه بطريقة جديدة وبما ان تسجيل المكالمات والحاجات دي من اختصاص المخابرات راح العدلي قرر انه يستخدم الحوار ده ضد رئيس المخابرات بنفسه بنت عمر سليمان كانت عاملة حفلة في الفيلا بتاعتهم وعزم كل صاحباتها والدنيا كانت حلوة تاني يوم وصل لمكتب عمر سليمان ظرفه مكتوب عليه يسلم شخصيا الى السيد عمر سليمان واول ما فتح الظرف لقى سيدي عليه الحفلة كاملة وبنت عمر سليمان متصورة وهي بترقص وبيتغني كمان وسط صحابها ورغم ان السيد ما فيهوش اي ادانة ولا اي حاجة خارجة مجرد بنت شابة بتغني وترقص مع صحابها البنات لكن حبيب العدلي كان عايز يوصل رسالة لعمر سليمان انه قادر يسجله من جو بيته وكان وقتها حبيب العدلي بيتمنى ان عمر سليمان يروح يشتكي للرئيس الروح المبارك علشان مبارك يعرف ان حبيب العدلي هو اللي ماسك زمام الامور ويقدر يسجل المخابرات بنفسها لكن عمر سليمان دماغه كانت توزن بلد وقرر انه ما يقولش اي حاجة رغم ان الفعل بتاع حبيب العدلي استفزه وكان هيتجنن لكنه مسك نفسه وكتم غضبه وبعد اسبوع واحد بالزبط وصل للعدلي تسجيل صوتي دي وهو بيكلم وحدة ست والكلام كان رايح في سكة شمال وقتها العدلي كان هيتجنن خصوصا ان المكالمة دي لو كانت انتشرت ووصلت للرئيس كنا هنسمع خبر اقالته في اسرع وقت العدلي اتصل بعمر سليمان وطلب منه ان التسجيل ده يفضل سر بينهم وان كده النتيجة بينهم واحد لواحد وما فيش حد كسبان وانه كان بيلعب معاه وخلاص مش هتتكرر تاني لكن عمر سليمان قال له بمنتهى السبات بس اللي انت سجلته ببيتي ما فيهوش اي ايدانة لكن انا ممكن اوديك في دهية وخليك تسيب مكتبك من بكرة الصبح العدلي قال له يا فندم وليه تعمل فيا كده ما احنا حبايب وخلاص وعفى الله وعمه سلف عمر سليمان ضحك ضحك بتاعلى بمكار وقال له خلاص يا حبيب بيه احنا حبايب بس لو لعبت تاني هتبقى بتلعب في عدد عمرك وتاني يوم حبيب العدلي امر رجالته ان ممنوع اي محاولة تسجيل لرئيس جهاز المخابرات وممنوع التسجيل لاي زابط مخابرات عموما وبيتقال ان التسجيل ده فضل في خزنة عمر سليمان لحد اخر ايامه وما حدش عارف اللواء عمر سليمان كان محتفظ بالتسجيل ده علشان يظهره في الوقت المناسب ولا نسيه اصلا وما كانش ناوي يعمل بيه اي حاجة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة